سلام عليكم ازايكم عامين ايه يا رب تكونوا بخير. اه النهاردة هنعمل مع بعض غرزة. اه ممكن تستخدميها في مشاريع كتير. اه ممكن تعملي منها كفيات. تعملي منها بطاطين اطفال. اه تعملي منها الشيلان. اه يعني تستخدميها اه في اي مشروع انت عاوزها. لانها غرزة جميلة جدا وبتدي شكل حلو قوي. اه خاصة بالزات في القفيات. اه الغرزة سهلة وبسيطة جدا. قبل ما نبدأ بقى ما تنسوش الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اه الغرزة من مضاعفات رقم اتنين. يعني عدد يقبل الاسمة على اتنين. عشان ما نشتغل غرزتين 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 غرزتين. اه فلازما تبقى مزبطة العدد من الاول. عدد يقبل الاسمة على اتنين. اه هنعمل عقدة البداية. هعمل عدد سلاسل مضاعفات رقم اتنين. بتعملي ايه بقى? بتعملي السلسلة اهو. تعدي بقى. واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. لحد ما توصلي للمقاس اللي انت بتبقى محتاجها علشان المشروع اللي بتعمليه. وتوقفي. بس تعدي كده واحد اتنين عشان يطلع العدد مصبوط. عملت عدد سلاسل كنموزج كده عشان اوضح لكم الغرزة. اه بعد ما توصل العدد السلاسل اللي انت محتاجها بالزويد غرزتين. واحد اتنين. ليه بقى? علشان اه هي الغرزة غرزة الاكس لكن احنا اول السطر بنبدأه بعمود واخر السطر بنبدأه بعمود. عشان لو بتعملك فيه. ولا بتعملي حاجة تطلع معاك مظبوطة كده. بدأ من هنا بعمود ومنتهي بعمود. بتطلع معاك مظبوطة. آآ الغرزة انا هعملها تأسيس الاول. ممكن انت تشغل غرزة على طول على السلاسل كده. تبدأي كده على طول. لكن انا آآ بحب اعمل ايه? آآ اساس ليه الاول بغرزة العمود او النص عمود زي ما انت عايزة لو عايزت ايه? تعملي اساس يعني في الاول. آآ فهارتفع واحد. هعمل واحد اتنين تلاتة. تلات غرز اللي هي الارتفاع العمود. واجه هنا. مكان يعني غرزة الرابعة من هنا كده واعمل عمود. عمود بلفة عادي. اخرج من لفتين. ومن لفتين. برضو الف الخيط. ادخل. ده غرزة عمود عادي. ده سطر الاساس بس. انت ممكن تشتغل الغرزة عالسلسلة على طول. عمود كده. هعمل بقى السطر كله بغرزة العمود بلفة. خلصت السطر كله. اه سطر كله اعمدة بالشكل ده. آآ هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل الغرزة بتاعتنا اللي هي غرزة اكس زي ما قلت لكم. هنبدأ السطر واحد اتنين تلاتة. عشان قولنا هنبدأ بعمود ونين بعمود. تلات سطر دول يعتبروا عمود. بص بقى. عند الغرزة دي والغرزة دي. خلاص? هاسيب دي واشتغل هنا. هلف الخيط على الابرة. هاسيب دي هاجف اللي بعدها اعمل عمود بلف. كده اهي? عمود بلف. الغرزة اللي انا سبتها هرجع لها تاني. هلف الخيط وهرجع للغرزة اللي انا سبتها تاني. اعمل عمود بلف. يعني باشتغل في الغرزة التانية قبل الغرزة الاولى. كده. ده اتنى حرف الاكس. تاني. عشان كده بقولك مضعفات رقم اتنين. عشان بنشتغل في الغرزتين مع بعض. عشان يعني حرف الاكس لازم ان تشتغل في الاتنين كده عشان يديك الحرف. هنسيك الغرزة دي واجه في اللي بعدها دي اعمل عمود. الف الخيط ارجع للغرزة تاني اللي انا سبتها وادخل اعمل فيها عمود. دي بتديك غرزة تاني الف الخيط على الابرة بسيب الغرزة اللي بقى هيا. الغرزة الاولينية وادخل في التانية اعمل عمود. الف الخيط ارجع للغرزة اللي انا سبتها واعمل عمود. تاني. غرزة تاني هم. هلف الخيط. هسيب الغرزة دي ادخل في بعدها اعمل عمود. عمود بلافة. من اللفتين. ومن اللفتين. الف الخيط ارجع للغرزة اللي انا سبتها لي الاولى واعمل عمود. كده. شايفين عملة ازاي? اه. تاني. حلوة جدا. ايسكابات. اه كفيات. ان شاء الله هنعمل بقى كفية مع بعض. اه فقلت اقول لكم الغرزة للاول علشان تبقى واضحة معيكم. عندنا عمود واحد اتنين. هسيب الاولاني. هدخل في التاني. اعمل عمود بلفة. عمود بلفة هو عادي. من اللفتين. ومن اللفتين. الف الخيط. ارجع للغرزة اللي انا سبتها. الف الخيط. ارجع للغرزة اللي انا سبتها. اعمل عمود. الف الخيط. لكن ان شاء الله العمود عادي اهو اعمدها عادي. بس بعد ما بدخل في الغرزة الاولى تدخل في الغرزة التانية الاول. وبعدين ارجع بقى للغرزة اللي انا سبتها اعمل فيها عمود. فها بتديك حرف الاكس. كده. الف الخيط بسيب الغرزة الاولى. ادخل في التاني. اعمل العمود. الف الخيط ارجع لنا سبتها واعمل عمود. كده. عملت السطر كله بالشكل ده. اتنينات 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 اتنينات. هيجي في الاخر هيتبقى تلات غرز اللي هما غرزتنا هو والغرزة اللي هي اللي ارتفاع. فهنسيب الغرزة ونيجي هنا نعمل اخر حرف اكس في السطر عمود واللي قبلها عمود. هيتبقى غرزة اللي في الاخر هنعمل فيها عمود. بتنسيش الغرزة اللي في الاخر عشان السطر اللي اتطبع معاك المستقيمة. ابحنا بدأنا بعمود وقفنا بعمود السطر بيبقى بعمود وبينتهي بعمود كده عشان تطلع معاك مستقيمة. وفي النص حرف الاكس. وزي ما قلتلك هتبدأي السلاسل بمضعفات رقم اتنين. مضعفات رقم اتنين. يعني بعد لو بدأت بقى عمدة زي كده. آآ هتشوف بقى قبل ما تطلع بقى كده عشان نشوف الغرزة مظبوطة ولا لا. هتسيبه غرزة في الاول اللي هي عمود وغرزة في الاخر وهتعد اللي في النص. هنعد بقى اللي في النص. بالاتنين كده عمودين 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 كده. لحد ما تلاقيهم مظبوطين في الاخر بس في عمود عمود الواحد من هنا وعمود الواحد من هنا. واللي في النص تعدي عمودين 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 علشان تطلع معاك بقى ايه مظبوطة وما يطلعش فيه غرزة زيادة ولا حاجة. السطر اللي بعده هنبتدي ازاي بقى سطر اللي بعده. هنرتفع واحد اتنين تلاتة ارتفع العمود بلفها واللف الشغل برضو بص هتبقى سهل هي عادي. دي مكان عمود وده مكان عمودة هون. هدي غرزة ودي غرزة. هم عمودين عادي وكنا بنشتغلهم عادي. هلف الخيط هسيب الغرزة الاولى دي وادخل في التانية عامل عمود. وارجع لللي انا سبتها واعمل عمود. تاني. اليف الخيط. عندي غرزة والتانية. هدخل في دي كده. اهو. العمود. ما تدخليش هنا بينهم كده. لا. هنا. دي ودي كده. هسيب الاولى. ادخل في التانية. اعمل عمود. ارجع برضو. يعني نفس السطر عادي. نفس السطر ونفس الطريقة عادي. هبصنا تلاقي الغرز طالع فوق بعضها. بصي. اهي. كده. فوق بعض. مش خلف خلاف فوق بعض. والاعمدة ما كان الغرز بينهو. اهي. بنسيب غرزة ونشتغل في التانية. نسيب غرزة ونشتغل في التانية. سيب غرزة ونشتغل في التانية. فهي كده. عمود وعمود اهو. مفروض ده عمود وده عمود. فانا هسيب بحطة الغرزة دي وادخل هنا عمود وارجع اللي انا سيبته وعمل عمود. اسيب الغرزة دي واجهنا عمود. الغرزة اللي انا سيبتها عمل عمود. طبعا غرزة سهلة جدا. اسيب العمود ده واتشغل هنا عمود. ارجع الغرزة الاولينية واعمل عمود. سيب دي وادخل نعمل عمود. اشتغلت السطر كله ده السطر التاني اهو. في الغرزة يعني اه اعملت اخر غرزة حرف الاكس هتبقى ليه سلاسل ارتفاع هدخل في اعمل عمود بلف. يبقى كده بدأنا بعمود وقفنا آآ بعمود. بالشكلة. كده خلصنا السطر هو بالشكلة ده بص حلوة اوزاي جميلة جدا. هرتفع تلس سلاسل برضو. بعد كده تكرار بقى هتبدأ يتكراري. اهي غرز باينة هي. وده كده عمود وده عمود عادي. هسيب العمود الاولين وادخل في التاني واعمل عمود. ارجع بقى على انا سيبته واعمل عمود. اسيب ده الغرزة دي واجب في اللي بعدها اعمل عمود. اجي برضو في اللي انا سيبتها واعمل عمود. يعني لو انت بتعرف في الغرزة الاساسية وعمود بلف عادي. هتعمل الغرزة دي بكل سهولة. اهم حاجة زي ما قلتلك مضعفات رقم اتنين. والزودي غرزتين بعد ما توصل للمقاسة اللي انت عاوزاه. عشان هنبدأ بعمود وننهي بعمود. والاساس بتاعها ان انت بتدخليه. بتسيب الغرزة الاولى وتدخلي في التانية. وبعدين ترجعي تشتغلي في الاولى تاني. تسيبي الاولى وتدخلي في التانية. وبعدين ارجع اشتغل في الاولى تاني. اسيب الاولى ادخل في التاني. وبعدين ارجع اشتغل في الاولى. يعني مش بس بها. كده. بالشكل اده. بص الغرزة جميلة جدا ازاي? حلوة قوي قوي. لو عملت بها شيال كوفية زي ما قلت لك بس في كوفيتها حلوة جدا. آآ والوش زي الضهر لان احنا بنشتغل على الوش والضهر. مش بنشتغل هنا وبعد النقل بنشتغل هنا. فالتنين اهي. نفس تنفع على ناحيتين عادي كده. ومستقيمة. علشان آآ بدأتي بعمود ونهيت بعمود. بص انت عايزة تعمل كفية بايها غرزة. يعني انت مسلا دخلت كتبت غرز كروشي. وعايزة تعملي كفية بايها غرزة انت نفسك فيها. هات تمشي على طريقة الغرزة حسب الفيديو اللي انت بتسمعي. وعلشان تطلع معاك كفية مظبوطة او شر مظبوط بتزودي عمود من هنا او عمود من هنا عشان تزبطي آآ الاطراف. تمام كده? او الحواف يعني من هنا. وتشتغل بقى الغرزة اللي نفسك فيها وتعملي كفية بكل الغرزة اللي نفسك فيها. بتطلع معاك بالشكل ده. آآ لانك ممكن تعملي الكفية بالغرزة بس من دغير ما تعمل عمود من هنا ومن هنا فممكن تطلع معاك مش مظبوطة. حسب الغرز بقى في غرزة بقى واسعة كده. فاي غرزة تبداقيها بعمود. ننهيب مفرش برضو. يعني انت ممكن تعملي مفرش مسلا مستطيل بتعملي المساحة اللي انت عاوزيها برضو بمضعفات العدد اتنين. وتعملي الغرزة وفي الاخر بقى تشوف اي حواف آآ تعمليها حواليها هيبقى احلى مفرش كمان. يعني الغرزة لما تعلميها ممكن تعملي منها اي حاجة انت عاوزيها. آآ يا رب يكون كانت بسيطة. وقدرت اوضح لكم الغرزة. وما تنسوش ما تنسوش الاشتراك والايب. وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.